السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تناميذ الصفاء الثالث ابتدائي معكم الست نور الهدى مادة اللغة العربية أحبائي الصغار يوم أمس أخذنا الجزء الأول من موضوع نظارات الدب أبي فهد اليوم سوف نأخذ الجزء الثاني فقام الدب أبو فهد وفتح الباب قليلا قليلا ولما رأى النظارات قال هذه ليست نظارات فهذه النظارات حمر ونظارات خضر وبينما هم واقفون جاءهم صبي اسمه حمدان وسألهم ما بكم فأخبروه بما جرى نظر الصبي حمدان إلى الدب أبي فهد وأخذ يضحق بصوت مرتفع فغضبوا وقالوا له لماذا تضحك أجابهم الصبي حمدان قائلا إن الدب أبا فهد لم يضع نظاراته انظروا إلى رأسه تروا النظارات عليه فمد العم الدب أبو فهد يده إلى رأسه فوجد نظاراته ضحك الجميع ضحكا عاليا ضحكوا كلهم على حال العم الدب أبي فهد لأنه نسي نظاراته على رأسه وضحك العم الدب أبو فهد على حاله وخرج معهم للنزهة الكلمات الصعبة برجليها الصغيرتين أشجار وحيوانات للنزهة نظارات وفتشوا كذلك كلمة قزيلان كحيلان سعيدان حديدان كلمة وجدتها وجدتها كذلك كلمة فغضبوا فغضبوا كلمة فأجابهم ننتقل أعزائي التلاميذ إلى التدريب رقم واحد اختر الجواب الصحيح أولا من ضيع نظاراته الدبة الدببة الدب الإجابة الدب ثانيا من وجد النظارات الدبة الكلب الصوي الإجابة الصوي ثالثا ماذا يدعى الدب أبا سعد أبا حمد أبا فهد يدعى أبا فهد رابعا من عنده رجلان صغيرة عن الكلب الدجاجة الدب الدجاجة ننتقل إلى التدريب رقم اثنان اقرأ ثم أكمل ديك أحمر دجاجة حمراء كلب أبيض كلبة بيضاء خروف أسود نعجة سوداء قط أصفر قطة صفراء ولد أسمر بنت سمراء العامود الأول يحتوي على الأسماء المذكرة أما العامود الثاني فيحتوي على الأسماء المؤنثة هذا التدريب خاص بين مذكر والمؤنث الخط اكتف في دفترك بخط واضح خمس مرات لا نضيع الوقت بالتفتيش إذا رتبنا أشياءنا لا نضيع الوقت بالتفتيش إذا رتبنا أشياءنا نأخذ محفوظة دبدوب والحاسوب فكر دبدوب المحبوب فكر في أمر الحاسوب راح إلى مكتبة الغابة كي يعرف منها المطلوب فتصفح في كل كتاب من مرسوم أو مكتوب فتوصل للحل سريعا دبدوب الحلو الموهوب لما أدرك إن العالم يبحث عن شيء مرغوب آدى يحاول أن يتعلم كيف استعمال الحاسوب